السلام عليكم ازايكم وعملين ايه? النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الطريقة الجديدة لتوصيق حسابات فيسبوك اللي الحج مارك زاكر برج السيئة وبتاع الفيسبوك تريد هيتكلم عنها. للحصول على علامة الزرقة مقابل اشتراك شهري. فان شاء الله هنتكلم عن مميزاتها تكلفة الاشتراك وطريقة التقديم عليها. فقال لهم غير كلام كتير عبارة بانترو تبدأ انزل روح عليها بلايك واشتراها الجميل في وهاد كوبات الشهر بتاعتك علشان تروى وتعلالها لشان ده الوديو. بص يا سيدي مارك التالية مفضلة قريبة جدا اعلى عن توفير ميزة جديدة وهي توصيق حسابات فيسبوك مقابل اشتراك شهري. طب انا هستفاد ايه من الموضوع ده? في الاول كده هسيب لك لينك الصفحة اللي انا فتاحها دي تحت في صندوق وصف. فافتحها علشان تبقى اشغال معايا واحدة واحدة هاشرح لك عليها. بص يا سيدي اول حاجة قال لك المميزات اللي انت هتاخدها من الاشتراك الشهر انت هتفع عشان تواسق صفحيتك. اول حاجة هو هو التوصيق نفسه. علامة الصحة الصغيرة اللي بلون ازرق اللي هي بتكون جنب اسمك في الصفحة بتاعتك او في بتاعك يعني. دي بقى مهمة جدا للناس المشهير علشان في ناس بتعمل صفحات وهمية باسم الناس المشهير دي ويستغلوا اسمهم. فعلامة الصحة اللي بتبقى موجودة هتتأكد ان هو ده الشخص المشهور من مش صفحة وهمية باسمه. اه لو انت مش مشهور فتبقى حاجة شاكة بالنسبة لك يعني تمام? دي اول حاجة اللي هي لها ميزة الاسية اصلا من موضوع توسيق الصفحة. تاني حاجة هو بيقولك في حاجة دلوقتي الزهر الجديد حاجة اسمها النجوم بتخطي كده في الريل لو تاخد بالك من جنب كده جنب اللايك بيوفر لك زي نجمة كده انت دوس عليها ده انت بتدي صاحب المحتوى ده. اه نجمة الفيسبوك وصدها بيدي له فلوس. فانت لو اشتراكت في الميزة بتاع توسيق الصفحة بتاعتك اه الفيسبوك هيديك كل شهر مية نجمة تقدر تمسي بها وتروع على ايه على صنع المحتوى لانت بتحبه. يعني تمسوناش معاكم. دي تاني حاجة يعني مهمة بس يعني الاهم منها اللي جاي وهو بتاع بتاع المحتوى بتاعك. لما انت بتنزل اي محتوى على بتاعك حتى لو انت مش كنت انت مش صنع المحتوى بس اتنزل صورة ايه كنت مثلا يعني راح بتصيف ونزلت الصورة ليك. مش دايما كل اللي عندك على الفيسبوك بيشوفوا الصورة بتاعتك. دي حاجة الفيسبوك عملها عشان تضطر تعمل اعلانات. فانت لما تشترك في حتة بتاعت الفيسبوك هيوصل الصورة بتاعتك لناس اكتر بكتير جدا. فهتبقى احتمالية ان هم يعملوا لايك للصورة بتاعتك او ان هم يتفعلوا معها تبقى اكبر. فمن المهم جدا طبعا كل احد بيبقى ينزل حاجة عايزة التفعل عليها بيقى اكبر. فالفيسبوك هيوصل لك عاجة زي كده. والميزة الرابعة اصلا في حاجة اسمها في الفيسبوك. دي بتبقى انت بتأمن الحساب بتاعك بطريقتين. وممكن انا بعمل لها فيديو مفصل بعد كده لو انتوا عايزين ان تعرفوها يعني. بتكون بتأمن الفيسبوك بتاعك بطريقتين عشان تبقى حميل. فالفيسبوك بيقول لك لما انت تعمل الميزة دي او الموضوع بتاع توصيك الصفحة ده فانا هعمل لك الحوار بتاع التأمين الصفحة بطريقتين. هو مفروض ان هو اصلا معمول دوقتي على كل الحسابات بطريقة مجانية. فانا مش عارف هالفيسبوك بعد كده هيشيلها من الموضوع بتاع الطريقة مجانية. ويقتصروا بس على الموضوع بتاع الاشتراك الموضوع مش موضحه فهيبان قدام. لسه هو بيقول لك ان هو هيوفر لك الميزة دي. اخر الميزة الليها الخمسة ودي مهمة جدا. وان الفيسبوك بيوفر لك بيقول لك هوفر لك دعم كل ما تبقى محتاج سابورت او دعم محتاج تكلم حد من فيسبوك هيوفر لك شخصة حقيقي مش بس كمبيوتر تبقى بتكلمه هيوفر لك شخص علشان تقول له مشكلتك وقدر يحلها لك في ساعتها. دي الخمس مميزات الفيسبوك هيوفرها لك لما تشترك في موضوع توصيك الصفحة. طيب بعد كده الجمال ده كله كان بقى ننزل كده هتلاقي الفيسبوك هنا اقيل لك الاشتراك مقسوم لجزئين لو انت عايز توصيك الصفحة او الاندرويد الموبايل بتاعك يعني يبقى بخمستاشر دولار في الشهر. لو انت عايز وعلى العالر بيبقى الكلبيوتر يبقى باتناشر دولار في الشهر. تمام؟ الكلام ده الفيسبوك الحساب الواحد منهم الاكونت الواحد 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 دولار الاستجرام الواحده بخمسترดولار. جميل كده? الكلام ده للاكونتات بس ما ينفعش ييبقى عندك صفحة وتقول لي عايزة وسقط على فلوس. الميزة دي الفيسبوك وفرها للاكاونتات اللي يعني الحسابات الشخصية اللي بيبع عليها اصدقاء. الصفحات اللي عليها تذكرات اعجاب. الموضوع ده متوفر عليها بالطريقة التانية اللي هي المجانية اللي هنتكلم عنها. الموضوع ده متاح في دول ايه دلوقتي مش متاح لكل الدول. الفيسبوك نزيله بس في دولتين في استراليا ونيوزيلاندا. فلو انت عايز يشترك فيه. آآ هيبقى قدامك الفيسبوك هيعمل لك حاجة تحت كده. زي فورم بتقدر تكتب فيها البيانات بتاعتك. علشان اوما الخاصية دي تبقى متاحة في البلد بتاعتك الفيسبوك يبعط لك ايميل يقول لك ان خلاص بقى متاح لو انت عايز فعلا تشترك. فتبدأ اول حاجة تختار الاكاونت بتاعك. سوء انستجرام وفيسبوك وممكن تختار الاتنين في نفس الوقت. وقبلك زي ما قلت لك كلها هتفيهم باشتراك لوحدهم. مش الاتنين نفس الاشتراك ايميل. يعني هنختار مسأة الاتنين اللي احنا احنا بنا يكلمنا. تبدأ تيفت اول حاجة اسمك. بس كده يا سيدي مالينا فورم كتابنا اسمنا وكتبت الايميل واختارت الدولة بتاعتي ايجي. بيقول لك هنا لو انت عايز يجيلك ايميلات اول باول على طول بالتحديثات يعني هتضغط هنا. لو انت مش عايز وعايز تراحة دماغك زي كده مش هتضغط على يخلص. وبعاكية تضغط على الزرار سمت. كده انت هتحطيت في او قيمة الانتظار بتاعت فيسبوك وهتبقى حاجز دورك لتوصيك الحساب بتاعي. وبس كده سيدي كان الفيديو بتاعنا النهاردة ما ننساش بقى تنزل تروع عليك واشتراك جميل في القناة والحاجات الحلوة اللي انت عارفها دي. بس اشترك بجد من عوامش كلامه خلاص هتنزل تحت لها الزرار اللونه ولو احمر. دوسرا هتحاول رمادي. اشتراك عندي مجاني مش بفلوس زي فيسبوك. لو اصلا لقيت رمادي فانت جدع ورجول او اخويا وص وصاحب مروع علي. ما ننساش بقى لو عندك ايه اسئلة وتنزل تحت في الكومنتات انا بقى اراهم كلهم برد عليهم. وممكن تخش كلمة صفحتي على فيسبوك هسيب لك اللينك بتاع تحسين دول وصف. وفي اول كومنت. يا ربكو نصف بتجيبتنا النهاردة. وخليكوا عارفين احنا دايما خدمتكم. شكرا.